موسيقى وتعزف الجروح وتميز كل ضام اصرب لرجل من المروح ادي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لرضاك ربي كلمتك عجيبة وتفني جبال وتفني جبال والحرفين منها يسقط صدق تام المحام الى اصحي واحد وثلاثين واثنين وثلاثين في هذه الحلقة سوف نتقابل مع الانتقام من المدينيين وتقسيم الغنائم ثم سبطين ونصف سوف يختاروا نصيبهم شرء الاردن علشان يكونوا في مكان ما يعبروش فيه الاردن مع باء شعب الله في نصيبهم في الارض الجديدة خلوني في بداية الحلقة ارحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفنا في الاستوديو الدكتور عصام عزت اهلا بك يا دكتور عصام اهلا بك يا خير مشرفنا دكتور عصام اسمح لي ارى بعض الاعداد من اصاح 31 وارجع لحضرتك بسؤال وكلم الرب موسى قائلا انتقم نقمة لبني اسرائيل من المدينيين ثم تضم الى قومك فكلم موسى الشعب قائلا جردوا منكم رجالا للجند فيكونوا على مديان ليجعلوا نقمة الرب على مديان الفا واحدا من كل صبت من جميع اصباط اسرائيل ترسلون للحرب فاختير من الوف اسرائيل الف من كل صبت اثنى عشر الفا مجردون للحرب فارسلهم موسى الفا من كل صبت الى الحرب هم وفنحاس ابن العزار الكاهن الى الحرب وامتاعة القدس وابواق الهتاف في يده فتجندوا على مديان كما امر الرب وقتلوا كل ذكر وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم اوية وراقمة وصورة وحورة ورابع خمسة ملوك مديان وبالعام ابن بعور قتلوه بالسيف وسبب بني اسرائيل نساء مديان واطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وجميع موشيهم وكل املاكهم واحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم بالنار واخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم واتوا الى موسى والى عزار الكاهن والى جماعة بني اسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة الى المحلة الى عربات مؤاب التي على اردن اريحة لماذا امر الرب موسى ان يجهز للحرب والانتقام من المدنيين في تعبيرين هنا يبينون ان الامر بالنسبة لله كان انتقام يعني انتقام يعني الناس دولة في شرهم تحدوا الله افتروا افتروا وفي شرهم اساءوا الى شعب الله فالتعبير الاولاني عدد ثلاثة ليجعلوا نقمة الرب على مديان يعني النقمة هنا للرب تعبير الثاني قبله في عدد اثنين انتقم نقمة لبن اسرائيل من المدينيين ودي حاجة جميلة ان الرب رابط نفسه بشعبه فمن يسيء الى شعب الرب يسيء الى الرب وبالتالي النقمة للرب والنقمة لشعب الرب واحنا عارفين اللي عملوه في شعب الرب لما مجدروش يعني عايزين يئزوهم بأي طريقة فاستأجروا عليهم الشياطين بل عم ابن بعور انهم يئزوهم مجدروش برضو ما سكتوش راحوا عملوا قصة بعل فغور اللي سبق الاشارة اليها واستدرجوا شعب الله للعبادة الوسنية وللزنة مع بنات مؤاب فاعتقد انه لما الواحد يمشي في طريق الشر في تحدي لله بالشكل ده ولأزى شعب الله لا بيعازى نقمة مش مجرد حرب عادية تمام يعني بين قصينا دكتور عصام لانه هذا الموضوع مصار هجوم المشككين ضد اله الكتاب المقدس والكتاب المقدس ولا سيام حروب العهد القديم والامر بتحريم او ابادة شعوب نعارفين ان الله قدوس صحيح وكان في مرارا كثيرا ينتقم بذاته ولنفسه عن طريق طفان عن طريق حرق السدوم وعمورة لكن مع بداية وجود الامة هو بيؤمر شعبه ان هما يكونوا ادوات تنفيذ الاحكام على امم كامل مكيال شرة مزبوط هل عايزين الاي فكرة للشعب وهما بينفزوا قضاء الرب على شعوب اخطائت عايزين ان لهم فكرة اكيد اللهم ما بيحبش الشر فاذا كان ذا حصل معاهم خدوا بالكم حصل معاهم بسبب الشر فلو انتم عشتوا على الشر ارتعدوا تمام مش بس تدخلوا في حرب عشان تنتقموا انتم تنتقموا من الشر فانتبهوا جيدا ان الشر وراءه نقمة مع القريب ومع الغريب ارتعدوا من الشر هذه هي نتيجة الشر اللي هتعملوها بايديكم لألا تتعمل فيكم تمام اذا كان شعب الله هو الشعب الذي كأنه شرطي عسكري مسؤول عن تنفيذ الاحكام في شعوب سبق الله وانظرها مرارا وتكرارا وامتلأ مكال شره عشان يتعلموا قداسة الله كنت مستني ان موسى يستقبلوا هما راجعين ويعملوهم احتفال ويرحب بهم هما راح انتصروا على المديان ورجعين بالغنائم بس يقول لنا في عدد 13 فخرج موسى وعلى عزار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقبالهم الى خارج المحلة فصخت موسى على وكلاء الجيش رؤساء الالوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب وقال له موسى هل ابقيتم كل انثى حية ان هؤلاء كنا لبني اسرائيل حسب كلام بالعام سبب خيانة للرب في امر فغور فكان الوباء في جماعة الرب لماذا غضب موسى هي الحرب دي نفسها كانت غريبة شوية الحرب دي انتقامية للرب و للشعب مين اللي كان بيجوم بالحروب في ايام موسى على وجه الارض يشوق مش كده يعني جال له زمان في خروج 17 انتقب لنا رجالا واخروج حارب عمليق مين قائد الحرب هنا فنحاس ابن العزار ومعاه ياخد معاه امتعة القدس وياخد معاه ابواق الهتاف عمال كهانودي عشان ابواق الهتاف في الحرب تذكرون امام الرب فتنتصلوا على اعدائكم ده عمال كهانودي كده ده عمال كهانودي فالعمال كهانودي وكان مهم جدا في هذه الحرب عمال كهانودي مش بس عمال كهانودي واللي يقوم به الشخص اللي قضى على الشر يعني كل الرموز اللي محطوطة هنا هي رموز كراهية الله للشر تمام فهو عمال كهانودي غير مقبول الشر واللي يقوم به على قائد هذه المعركة مش يشوع الرجل المحارب لكن في انحاسا الذي قضى على الشر في خيمة الاجتماع في صفر العدد أصحى خمسة وعشرين دي كان مفروض تبقى مفهومة انتو مش بس راحين تقضوا على الشر انتو راحين تقضوا على أصل الشر أصل الشر كان إيه اللي استدراجكم للوسنية نساء نساء بنات مؤاب فتخيلوا بقى يشوف الإنسان هو الإنساء مع كل التحذيرات دي يعفوا عن هؤلاء النساء وكأن برضو العين لزالت بنفس الطريقة ولأن موسى عارف بيقول لهم ده انتو ده هو اللي جاب لكم البلاوة اللي بتعملوه ده فموسى غاضبة من أجل هذا الأمر أن المهمة التي خرجوا من أجلها وهي القضاء على مصادر الشر لم تتم بالقدر الكافي لأنهم برضو بنفس العين استبقوا النساء تمام عشان كده كان في قضاء بيقول فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر ابقوهن لكم حيات يعني هنا القضاء قضاء تمييزي بيشوف مين انخرط في الخطيئة ديت ويقتلوا لكن مش عام لأنه برضو الاتهامات ضد الكتاب المقدس أنها إبادة جماعية وتحريم جماعي للشعب ده مش إبادة يعني قبل كده احنا شفنا في نفس سفر العدد أنه قال له استنى على عيسو استنى على أدوم دلوقت ملكش دعا بيه بس هيجي قضاء عليه لأنه مكملش مكيال الشر فالله بيصبر 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 وعندما يأتي مكيال الشر حاجة التانية أنه مش بس اللي عمل واللي أنا نعارف أنه بكرة هيعمل فرحمةً به يعني الطفل ده لو طلع بكرة زي أبوه أحسن له يموت عشان ما يطلعش زي أبوه تخيل هذا هو الفكري الإلهي في الحرب هنا نضيه بعد الفصل بالعام اللي نطق بالبركة على شعب الرب هي كانت نهاية أيضاً تفضل كن إناء ردي متعامل مع الشيطان الله يستخدمه وغضبنا عن عين ويجبر وينطق ببركة ده مش معناه أنه ضاير يعني هما ناس بينادوا بكلام الله والله بيجبرهم عليه ده مش معناه تغيير لأنه حتى هو بينطق بالبركة اللي تمت يعني أمني ما عندك رغم طب ما تعيش لا ما عايش عايز يعيش لا بعديها بعد كل بعض مناطق هو اللي صلتهم إنهم يزنوا مع بنات مؤام هو صاحب المشهورة زي ما نجرى هنا وبالتالي كان الشر متفاق يعني مستقصلاً فيه ومعندوش استعداد للتوبة ما فيش طوبة الحاجة التانية إنه هو ربط نفسه بالملوك رجل مشهور بيقعد مع الملوك الملوك عايزينه فالكتاب يقول لنا هنا إنه مع ملوك وملوك مديان قتلوهم وبالعام يعني عاش مع الملوك احتجوا للملوك مات مع الملوك اللي هو عاش معهم بعد مع قتل الملوك وبالعام ابن بعور قتلوه بالسيد تمام حصل نوع من تقديس ما أخذوه في الحرب في عدد 21 وقال العزار الكاهن لرجال الجند الذين ذهبوا الحرب هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب موسى الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والرصاص كل ما يدخل النار تجيزونه في النار فيكونوا طاهراً غير أنه يتطهر بماء النجاسة وأما كل ما لا يدخل النار فتجيزونه في الماء وتغسلون ثيابكم في اليوم السابع فتكونون طاهرين وبعد ذلك تدخلون المحل بعد الرجوع من الحرب هناك دخول المحلة لكن في عملية تغسيل وتطهير التغسيل والتطهير بعد الحرب بيكلمنا عن أي حاجة؟ يعني الحقيقة ده موضوع مهم جداً لأنه دايماً في الحروب الإنسان معرض وده اللي حاصل معاهم يعني هم هنا من ضمن الحاجات اللي عملوها إنهم عملوا حاجات غلط ما كانش مفروض أنها تتعمل وحتى الغنائم يعني القصة هنا قصة قداسة من كل النواحي يعني حتى الغنائم اللي خدوها مفروض أنها تتطهر فكأن رب يقولهم لأن القصة قصة قداسة ولأن اللي جاب لكم واجع الدماغ ده يعني إيه اللي دقالهم في الحرب أصلاً؟ وهو جلة القداسة فراعوا القداسة في كل شيء راعوا القداسة في الغنائم وإنتوا راجعين من الحرب معرضين لحاجات كتيرة جداً فأنتوا كمان لنبغي أنكم ما تدخلوش المحلة إلا بعد التوبة عن أشياء قد تكونوا فعلتوها تدروا أو لا تدروا بها تمام كلمنا عن الحرب الروحية ولزوم بعد كل معركة روحية الوجود في حالة القداسة أو ذهابي إلى الخدمة وانتصاري ورجوعي محتاج أروح فين؟ رب استخدمني في مكان استخدمني في عمل ربحت النفوس للرب بنيت مؤمنين راجع منتصر من الحرب الروحية إيه نيكستيب؟ إيه الخطوة اللي بعدها؟ الانتصار في الحروب الروحية واحد من أكبر المخاطر على المؤمنين تخيل يعني المؤمن جبل ما ينتصر أقل عرضة للخطر من بعد ما ينتصر كمان الزهو بنفسه والافتخار وكمان حل المنطقة خلاص أنا خلصت الحرب فأيه؟ يرح نفسي دي فرصة للعادة وإنه هو يدخل فالكتاب علمنا حتى في تاريخ الشعب القديم إن المكان اللي تطلع منه هو الجلجات عشان تحاربه القطع القضاء على كل رغبات الجسم بس بعد ما تحاربه ترجعه فين؟ ترجعه الجلجال تاني فالجلجال هو مكان الانطلاق وهو مكان العودة بعد الحرب ليه؟ للقضاء على كل النزاعات والميول والاسترخاء والحاجات اللي ممكن تطلع فينا سواء نذرأ أو ما نذرأش بها ده احتياج خاصة بالمؤمنين احنا الحقيقة محتاجين إنه محضر الله يكون مكاننا محضر الله هو اللي نطلع منه في أي حاجة روحية هو اللي نمارس حياتنا منه وإحنا طلعين وهو اللي نمارس خدمتنا ونعيش به وفي نفس الوقت نرجع للرب علشان في حاجة اسمها غسل الأرجل بعد كل مسيرة في العالم إحنا بنحتاج لها لأن في حاجات كتير غبار بيتراكم علينا ده احنا أكثر احتياجاً ليه عندما تتحقق نصر الروحي تمام الأعداد من 25 إلى نهاية أصح 31 تتكلم عن تقسيم الغنائم واضح إن الكل هيكون ليه نصيب في الغنائم لكن لازم يطلع كمان نصيب نصيب الرب خلينا أقول روحياً في المكاسب الروحية في الحرب الروحية في الخدمة المردود بيرجع على الخادم أوقات كتير الخادم يعني ربنا بيكرمه وبيتشجع هدي برضو غنائم روحية ويربح نفوس هدي غنائم روحية وربنا بيفتحوا الدامة وقراضي أدي دين غنائم وشعب الرب بيفرح لكن الرب اللي نصيب تحدثنا عن نصيب الرب في الغنائم الروحية الغنائم هنا بعض النصر النبعة من طاعة وده مهمة قوي يعني مش كل خدمة فيها نصر ولا كل خدمة وراها غنائم لكن الخدمة النبعة من طاعة في الوضع الصحيح لابد أن تكون وراها نصر ولابد أن تكون وراها غنائم إحنا نجري هنا إن الكل عادت عليه الغنائم يعني عادت على الشعب وعادت على اللي طلعوا الحرب واللي ما طلعوش وعادت على الكهنة وعادت على اللويين وفي نفس الوقت أخذ النصيب الرب سؤالي أنا بحارب لحساب مين أنا أصلا طالع لحساب مين اللي بكسبه المين الفكر في الآخر إيه وبالتالي إن لم يعود المجد على الرب بعد كل معراكة روحية وإن لم يكن الهدف جدام الواحد وهو طالع هو الرب وكل ما يمكن إن أعمله في الروحيات هو إن أخذ إدين الناس خطاط أو مؤمنين متألمين أو مش متألمين عشان أوصلهم بالرب يبقى كل اللي نعملته منهوش لازم صحيح يبقى أنا دورت على مصلحتي أنا اتبسطت عملت إيه الناس اتبسطوا مش عارف الإخوة اتبسطوا الناس اللي اجتماعت ما لا كله كلام ده كله بدون قيمة ما لم يكن نصيب الرب إن الناس دي ارتبطت بالرب أكتر والرب استعرض أمامها بطريقة صحيح تمام شكرك دكتور حسام أنتقل إلى صح 32 وأسمح لأرى أول خمس أعداد وأرجع لحضرتك بسؤال وأما بن رأبين وبن جاد فكان لهم مواش كثيرة وافرة جدا فلما رأوا أرض يا عزيز وأرض جلعاد وإذا المكان مكان مواش أتى بن جاد وبن رأبين وكلام موسى وألعزار الكاهن ورؤساء الجماعة قائلين عطاروت وديبون ويعزير ونمرة وحشبون وإلعالة وشبام ونبو وبعبون الأرض التي ضربها الرب قدام بني إسرائيل هي أرض مواش ولعبيدك مواش ثم قالوا إن وجدنا نعمة في عينيك فالتعط هذه الأرض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الأردن واضح أن الشعب وصل إلى حدود الأرض المفروض هيعد الأرض يدخل على نهر الأردن يعد نهر الأردن يمتلك الأرض غرب نهر الأردن بس في عرض وفي طلب هنا طلب من صبت جاد وصبت رقبين عايزين الأرض اللي شارع الأردن مش عايزين نعبر الأردن هنبص على الخريطة قلنا شكل الأرض إيه والقصة القصة وجود شارع الأردن دي بتكلمنا عن إيه روحيا وجغرافيا شارع الأردن وغرب الأردن تفضل يعني إحنا شايفين قدي الأردن أهو عند حدود البحر الميت شارع الأردن الأراضي مفروض بتاع مؤاب وعامون وآرام وتحت أدوم مفروض الأراضي اللي هم خدوها دي بتاعة ملوك الأموريين بتاع حشبون وعوج تمام ملوك الأموريين الطبيعي بقى واللي وعد بين ربنا دولا هيعدوا الأردن ولما يعدوا الأردن هياخدوا شرق الأردن مع إخواتهم ده الوضع الطبيعي تمام ياخدوا غرب الأردن ياخدوا متاسف ياخدوا غرب الأردن مع باقية الأصباب تمام والحقيقة مهم جداً الكلام ده لأن تعديد الأردن فيها إشارة رائعة في الحياة الروحية عن الموت والقيامة وتعتبر الأردن هي الحدود الآمنة لكل المؤمنين تمام من لم يتعلم أنه مات مع المسيح وقام مع المسيح كيف يعيش حياة روحية صحيحة هم هنا مش في مأمن بأي طريق عايز تقولي أن في مانعين مائيين كان في طريق الشعب البحر الأحمر ودول عبروا لكن لازم معبروا نهر الأردن البحر الأحمر بيكلمنا عن إيه بيتكلمنا عن موت المسيح موت المسيح الآمن نهر الأردن نهر الأردن بيتكلمنا عن موتنا إحنا مع المسيح وقيمتنا عشان كده في حجارة تتحط وحجارة تتشال فدي المعانة الرمزية عشان كده مش بنتكلم جغرافيا بنتكلم المعنى الروحي من وراء تقسيم الجغرافي اللي ماشي معه اللي ماشي مع التقسيم الجغرافي اللي احنا شايفينه هنا يعني تمام فالمفروض ان دولة يعدوا غرب الاردن يبقوا في مأمن بعيد عن عمون ومؤاب وقادوم وقرام والحيطة دي وبعيد عن كل الناس اللي ممكن تجي لهم من الشرق بعد كده ده المفروض عشان يكونوا في مأمن تمام وحدود الاردن هي اأمن حاجة يعني المؤمن اللي مايتعلمش انه مات وقم على المسيح مش يتعلم النصرة ولا يعيش في امان الحاجة التانية هم استسهلوا بقى يعني ليه عايزين دي هم جالوا احنا مش عايزين نعد الاردن اولا المكان ده كويس قوي فاحنا استسهلنا ثانيا احنا نمشي كتير ليه ما احنا نمشي جلايا ثالثا ده مكان مواشي تمام ولانه مكان مواشي واحنا عندنا مواشي والغنايم ده خلتلهم مواشي كتير خير ربنا كتير خير ربنا كتير فاحنا عندنا مواشي وهمنا ان احنا يعني مواشي وحتى موسى كمان ظن انهم ايه بيهبطوا الشعب لانهم خايفين من دخول الارد لان المعلومات اللي جات لهم ان الناس اللي في الارد دولة ناس عمالقة وان دي حرب شديدة فيعم خلينا هنا في امان بعيد عن المجالات اللي فيها معترك كبير يعني السبطين دول اختاروا يكونوا شقر الاردن اللي همار اوبين وجاد وبعد كده اضيف ليهم نصف صبت نصف صبت من ناس منسة وباقي الاصباط هتكون غرب الاردن وعرفنا انه نهر الاردن العبور ده روحيا بيكلمني عن موتي مع المسيح مظبوط لازم اعبور هذا العبور علشان اختبر نصرة امتلاك الحياة الجديدة او الارد الجديدة هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من البيض عدد ستاشر فاقتربوا اليه وقالوا نبني صيرة غنم لموشينها هنا ومدنا لاطفالنا يترى طلبهم انهم ما يأمنوا مستقبل اولادهم ده كان حاجة غلط ولا صح طلبهم انهم يأمنوا مستقبل اولادهم صح موشيهم يعني نبص في الترتيب نبني جاب لما يقولوا مدنا لاطفالنا جالوا صير غنم لموشينا فواضح ان الطموح الزمني عندهم هو الذي يحتل الاولوية الاولى تمام وطبعا احنا مش ناخد اطفالنا معانا بالمرة فخامان نعمل ايه مدنا لاطفالنا والحقيقة دايما الذين يهتموا بالمواشي يأذون اطفالهم هم بيهتموا بالمواشي عشان العيال طبعا مش بتكلم حرفيا تقصد يعني المجهولية بارتباك بالامور العالم صح وتكون لها الاولوية احنا هنا شايفين دي ارض تنفع فيها المواشي واحنا عندنا مواشي فاحنا الموضوع التجاري دا وموضوع المواشي له الاولوية في حياتنا وكمان نبني مدنا لاطفالنا والحقيقة هم اطفالهم هنا استفادوا ولا خسروا لا خسروا كتير قوي لان الاباء مشوا وصابوا الاطفال احيان دخلوا الحرب سنين طويلة مع الشعب وصابوا تخيل بجاء وبعدين فيه اباء ماتوا في الحرب ما شافوش الاطفال احيان وبعدين الاطفال ما دخلوش الحرب وبعدين الاطفال ما دخلوش بيط الرب كان بيت ربوا بعيدة عن المدن دي كتير فاللي هما ظنوا انه بركة لأولادهم كان للأسف الشديد ما كانش سبب بركة أبدا كان سبب أزل أولادهم يعني حضرتك فتحت باب كلام احنا بنعانم منه إلى الآن وكويس ان احنا نختم الحلقة في هذه الزاوية المشغولية بأمور الزمان بحجة ان انا بأمن مستقبل عيالي يعني اللي خد عياله بعيد وهاجر بيهم وروح في حياته ليس لا يوجد فيها اي عبادة ولا اقتراب لا اسم الرب وقال لك انا عشان أمن مستقبل العيال وبعدين لا لقى راحته ولا لقى راحت العيال وبعد كم سنة عياله أصلا سبوه وانخرطه في مجتمع منحل وضعه العيال اولي بيسيب بيته يروح يشتغل في اي مكان يقولك بأمن مستقبل العيال ويسيب عياله وعياله يطلعوا يفسدوا هو بيجهز لهم الفلوس وبعد كده هما يفسدوا فبعد كلمنا عن خطورة البعد عن الاولاد او اخذ الاولاد بعيدا عن دائرة البركة وبعيدا عن حضور الاجتماعات وبعيدا عن معرفة الرب المخاطر التي تهدد العائلات كلمنا عن الجزئة دي حقيقة دي حاجة متفشية يعني ما احناش بنتكلم عن حاجة استثناء لكن للأسف الشيء ده اصبحت قاعدة حاليا سواء انا عايش هنا عايز اقمنهم هنا بالفلوس ما كانش كده اطلع اشتغل وبعت لهم فلوس ما كانش كده اقودهم معايا عشان الفلوس وانا عندي سؤال لأوليها الامور ما هو التأمين اللي انت عايز تأمن Jeep انت المسئولية دي مسئولية اللي عطها لك ربنا عشان تعمل فيهم ايه نفسي بس اقول لهم احنا مسئولين لنربي عيالنا للابدية قبل من ربيهم للزمان مسئولين لنربي عيالنا للابدية حاجة التانية أن فيه بيئة تتربوا فيها العيال العيل بيطلع في بيئة فهو يحتاج إلى أب وأم متواجدين يحتاج إلى جزء من التفرغ من الأب والأم لمراقبة وملاحظة العيال يحتاج إلى أب وأم محتضنين ويحتاج إلى بيئة بينشأوا فيها هذه البيئة بيشربوا مياهها هذه البيئة هي البيئة الروحية الصحيحة لمفروض ينشأوا فيها أنا مش بقول أن مطلقا محدش يعمل كده لا لكن فيه ناس مشيطة الله في حياتهم أنهم يروحوا ده صحيح لكن يا ما ناس راحوا ندموا صحيح لأنهم اهتموا بالعنصر اهتموا بالغنم للعيال واهتموا بالعنصر الإنساني وده الحقيقة واخت حاليا طاقت أولياء الأمور حتى لممشيش حاليا مش فاضل عياله أهم حاجة يوفر لعياله مدارس مستوها إيه تنميق مهارات يبقى شكلها إزاي العيل ما يتحرمش من الزمنيات وده مش غلط طالما ليس على حساب تربية عيلي للأبدين تمام فإحنا الجزء الآبدي تقريبا اندثر من كيان أولياء الأمور والجزء الزمني برز وبيأخذ أكبر الوقت وأكبر الطاقة وليه الترتيب الأول في الأولوية شكرا يا دكتور عصام لأجل هذا التحريط وصلنا لنهاية الحلقة نراجع الحلقة مع الضيوف طلعنا بإيه من حلقة النهاردة شفنا أن الله قدوس مرات كان بيجري القضاء بزيته عن طريق مثلا التفان أو حريق سدو معمورة وهو التانية كان بيستخدم الشعب كأدوات للقضاء على الشعوب اللي اجتمل معيار اسمهم وده عشان يعلمهم إن الشر ليه أقابونك فهمت إن أكبر المخاطر العلق خادم بعد النصرات روحيا ربح نفوس سماع استحسان من الإخوة هي كبرياء لكن هو ربنا قادر إنه يتضع أمامه ويرجع الفضل والنصرة للرب مش لليه هو مهمنا الله قدوس وبيكره الشر علينا أن نرتعد من الشر أن نعيش في القداسة في مخافة الرب اليوم كله شكرا ربي بارككم شكرا دكتور عصام الله عفوا بيكم عزيزي مشاهد تعلمنا في حلقة اليوم أنه كان أمام شعب الله بخروجه من أرض مصر مانعين مئيين لابد أن يعبروا هذين المانعين عبور البحر الأحمر وعبور نهر الأردن لكي يدخلوا إلى الأرض التي وعدهم الرب بها أرضا تفيد لبنا وعسلا في عبور البحر الأحمر نرى موت المسيح لأجلي في عبور نهر الأردن أرى موت أنا مع المسيح وكأن موت المسيح لأجلي وموت أنا مع المسيح يؤهلني أدبيا لكي أتمتع بميراث جديد دائرة البركات الروحية لكن صبت رأوبين وصبت جاد ونصف صبت منسة اختاروا لوجود شرء الأردن لم يختبروا روعة الاختبار موت مع المسيح كانوا عرضة للاندماج مع مؤاب ومع عمون وأيضا في مخاطر أن يأتي عليهم هجوم من مؤاب ومن عمون ما فيش مأمن إلا عندما نعبر هذا المانع الثاني اختبار الموت مع المسيح أشطب على الذات أختبر أنني لا شيء أختبر أن الإنسان العطيق قد صلب مع المسيح وأنه لا نفع من الجسد وأنني خليقة جديدة في المسيح لكي أستطيع أن أتغذى وأطعم على خيرات الأرض الجديدة والتقي بك عزيز المشاهد في حلقة جديدة قادمة والرب معك ربي كلمتك عجيبة سدى لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقاء قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندي من الدهام أدي يشهد عن كتابي أنك كتاب الكتب أدي كلمتك تروح وتعزي في الجروح وتميز كل ضامة سرب لرجل من المروح أدي كلمتك كمان فيها تسكم بغناك وتغير وتحرر وتسمر لرضاك ربي كلمتك عجيبة تغير وتفنى الجبال والحرف أ influencers بينها يسقط صدقاء قدام المحال اشتركوا في القناة